النهاردة وزارة الداخلية السعودية طلعت بيان مهم وقوي لما تعرف حضرتك اتمسك تنظيم ارهابي كام تنظيم ارهابي عددهم كام 81 ارهابي ارتكبوا جرائم ارهابية اغتيالات وتفجيرات وغير 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 تم الابضع ال81 قدموا للمحاكمة درجة ولا درجة تانية استئناف وغيره اترفت كل ده محاكمت ديتهم اعدام 81 وزارة الداخلية السعودية النهاردة عملت بيان تم تنفيذ الاعدام في 81 ارهابي في يوم واحد تاني بقول الرقم 81 ارهابي السعودية النهاردة عدمتهم في يوم واحد وطلعوا بيان بالاسماء بالجرائم بتاعتهم بالاتهامات بالارهاب اللي عملوه بالاغتيالات اللي عملوه وبالتفجيرات بكذا 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 لو نشوف البيان معنا نعرضه بس سريعا البيان قادي بيان وزارة الداخلية السعودية زي ما احنا بتشوف كده قدامنا بشكل واضح وبيتكلم على اولا الاسماء المتهمين الارهابيين جرائمهم ايه فكر الضالب عملو ايه طبعا في الارتكبوه من الجرائم وطبعا بالاسماء والجريمة لكل واحد جريمته ايه وعمل ايه وطبعا العمليات خطفة عمليات اغتيالات تهريب اسلحة وقنابل يدوية طبعا تشكيل مجموعات ارهابية في بعض المناطق قطع طرق تعزيب اغتصاب بعدة مرات الانضمام لتنظيمات ارهابية منها داعش وغير داعش طبعا زي ان بقول لكم الكلام ده هو رسالة مهمة وطبعا انه ارتكاب جرائم شروع في قتل الرجال الامن استهداف الرجال الامن مراكز شرطية دوريات امنية اطلاق النار على رجال الامن وهم بيدهموا المواقع الارهابية او المواقع بتاعتهم عشان يقبضوا عليهم تزويد ناس بالسلاح سطو مسلح ثارة فتنة شاعة فوضى صناعة قنابل متفجرات وتدريب على استخدام القنابل تشكيل خلايا ارهابية تتلقى ومرها من تنظيمات ارهابية خارج المملكة العربية السعودية رصد عدد من المسؤولين الاعتداء على بعضهم شراء وبيع وحيازة السياحة وزخائر وقنابل متفجرات يعني طبعا زي نقول لحضراتكم تشكيل خلايا ارهابية للخروج المسلح ضد الدولة والانضمام اليها والارتباط بتنظيم داعش الارهابي وبتنظيمات ارهابية اخرى استهداف الدعاء والعلماء ورجال الامن وايواء المطلوبين امنيا واستهداف بعض المواطنين توفير الاسلحة والاحزيم الناسفة والتدريب عليها تقديم الدعم المادي والمعنى وتجنيد الاشخاص واطلاق النار كل ده اتلاف ممتلكات عامة وخاصة واعتداء على رجال امن وجمع معلومات لتفجير منشآت نفطية داخل المملكة العربية السعودية التسطر على اشخاص ينتمون لجماعات ارهابية وخيانة الامانة والتسلل الى المملكة لتنفيذ اعمال ارهابية باستهداف رجال الامن وانه اتاخد وتم تنفيذ الاعدام وفي الارهابيين دول النهاردة بيان من المملكة العربية السعودية النهاردة وزارة داخلية السعودية بيان قوي جدا وبيان بقول لحضراتكم خلي بالك انت قدام جرائم ارهابية جرائم الارهاب تاني القصاص شارع الله القصاص فهنا بنحيي اشقاء في المملكة العربية السعودية الردعة الردعة والمواجهة للنما انت بتنفذ النهاردة في 81 ارهابي داخل المملكة العربية السعودية ويتم الاعلان الكامل بيان واضح بالاسماء بالتفاصيل بالاتهامات لكل ارهابي من هذه المجموعة الارهابية اللي دخلت فيها ناس تسلل المملكة وناس من داخل المملكة تم الابضع عليهم بيان واضح النهاردة واحد والتمانين إرهابي دفعة واحدة لا دولة ولا خالص عملت ونفست دول الإرهابيين نفزنا فيهم شرع الله اللي عايز يقول يقوله اللي عايز يطلع بان يقوله اللي عايز يقول يقوله احنا نفزنا شرع الله تهى خلص الكلام التعامل مع الإرهابي ايوه هو كده هو كده كل التحية للشقاء في المملكة العربية للسعودية وزيان بقول كده لان انت في الآخر بتكلم على القصاص دول مش مسكوم هم بيصلوا دول تمسكوا وعملين أعمال إرهابية أعمال إرهابية التعامل مع الإرهاب ايوه من قتل يقتل شي قصاص في قصاص شي شرع ربنا شرع ربنا قصاص قصاص انت هتردع إرهابين إزاي يعني فيبقى الردع دائما في أي مكان وإحنا بالمناسبة إحنا في مصر بنواجه الإرهاب بنواجه الإرهاب بمتقى القوة وأيضا زي ما بقول كده اعدام وبننفس اعدام في مصر وإحنا أوقفنا ما أوقفناش ولا بنوقف شرع ربنا زي بقول شرع ربنا العمل عمليات ورفع السلاع واغتال الناس إحنا كمان بنطبق شرع الله لا يعنينا إيه ولا إيه يعنينا القصاص وبناخد القصاص بالمناسبة يعني لحد يكون فاكر لا لا بناخد القصاص لا أبدا لا نتأخر أبدا عندنا قضاء مصري عادل كمان بيجيب حق ولادنا وحق شهدائنا تاني فيعني موضوع نقطة ومناول الصدر نهاردة بصراحة كلنا نهاية شكرا